إن شاء الله اليوم وفي هذه الأيام الفاضلة نستكمل مخارج الحروف نردنا نتكلم عن مخرج اللسان كمخرج رئيس نتكلم عن مخرج طرف اللسان طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثناء العليا نتكلم عن ثلاث حروف مع بعض نتكلم عن التاء والدال والطاء معنا فيديو فيه كما تعودنا الشرح الإجمالي لهذا المخرج وإن شاء الله لنا عودة للتفصيل بإذن الله مخرج طرف اللسان طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثناء العليا ويخرج منه حروف التاء والدال والطاء وتلقب بالحروف النطعية لخروجها من نطع الغار الأعلى حرف التاء حرف التاء له نفس المخرج الخاص مع حرفي الطاء والدال ولكن لكل حرف منهم بقعة دقيقة تخصه تميز بها عن مجانسه فالتاء تخرج من طرف اللسان العريض مع ما يلي لثة الثناء العليا صفة حرف التاء شديد، مهموس، مستفل ومنفتح حرف الدال الدال لها نفس المخرج الخاص مع حرفي الطاء والتاء لكن لكل حرف منهم بقعة دقيقة فالدال تخرج من طرف اللسان العريض مع ما يلي لثة الثناء العليا صفات حرف الدال الشدة الاستفال الانفتاح الإصمات القلقلة الجهر حرف الطاء تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثانيتين العلويتين وتختلف الطاء عن الدال والتاء في شكل اللسان من المؤخرة أقصى اللسان صفات حرف الطاء الشدة الجهر الإطباق الاستعلاء الإصمات السلام عليكم ورحمة الله طرف اللسان بيخرج منه التاء والدال والطاء وزي ما سمعنا كذا بتلقى بالحروف النطعية لخروجها من نطع الغار الأعلى يعني إيه النطع؟ يعني سقف الحنك من الطرف الأمامي أي ما يحاذيه من طرف اللسان نتكلم الأول عن حرف التاء حرف التاء لنفس المخرج الخاص مع حرفي الطاء والدال لكن لكل حرف منهم بقعة زي نقطة دقيقة بتخصه بتخصه بتميزه عن غيره فالتاء بتخرج من طرف اللسان العريض مع ما يلي لثة الثانية العليا اللثة وده المخرج الخاص للثلاث أحرف حرف التاء بيحتاج عناية شديدة جدا جدا لما نجي نطع به ليه؟ عشان نأتي بحرف التاء فصيح لابد من ضبط المخرج وضبط صفة الهمس لأنه بتحصل في أغلبية الأخطاء صفة الهمس بيحصل فيها أخطاء كتير قوي يعني الأخطاء المصاحبة لحرف التاء بالنسبة للمخرج التاء بننتبه أنه بعيد مخرج النون وطرف اللسان كله بيكون مرتفع ومتصادم تماما بأصول الثانية برضو ناخد بالنا من التباعد بين الفكين عند النطق هو تباعد طبيعي صفات حرف التاء شديد مهموس مستفل منفتح طبعا حقه الترقيق على كل حال كل أحواله مراقب حرف التاء حرف الدال نفس المخرج الخاص مع حرفي الطاء والتاء لكن الحقيقة أن الكل حرف منهم زي ما قلنا إيه بقعة دقيقة فالدال بتخرج من طرف اللسان العريض مع ما يلي لثة السناء العليا ونأكد عليها أن ده مخرج الحروف الثلاثة بتتم يعني بنسميه ولادة حرف الدال بنفس الكيفية بحرف الطاء بس الفرق بينهم أن الدال مستفلة منفتحة مستحقات ترقيق أما الطاء فهي حرف مستعلي مطبق مستحق التفخيم وازيات التفخيم كمان صفات حرف الدال الشدة الاستفال، الانفتاح، الإسماط، القلقلة، والجهر يعني الدال شديدة مجهورة بتخرج من نفس مخرج الطاء لكن قوة التصادم بين طرفين المخرج أضعف من التصادم في حرف الطاء لذلك الدال أضعف من الطاء إذا تركت الدال مخرجها وتقدمت للأمام حيث مخرج النون تلاقي صوتها مختلط بالتاء ليه؟ لأنها كده قاربت أو تقاربت من مخرج حرف أضعف منها فبالتالي تفقد قوتها وتفقد جهرها وتصبح مهموسة زي الدال وده غلط لأن لثة الأسنان لا تصلح لخروج حرف شديد مجهور تنبيه تاني لأن لو تعمقت الدال إلى الداخل وخرجت من آخر مقدم الحنك تفقد فصحتها لأن يصبح صوتها شبه الجيم مختلط كده بالجيم الدال زي ما قلنا حرف شديد مجهور وبالتالي لا يتم إخراج هذا الحرف إلا بعمل مكمل هذا العمل المكمل عمل قوي تبعا لصفات القوة في الحرف من شدة وجهر والعمل ده هو إيه؟ القلقلة وهو القلقلة هي اضطراب المخرج حال سكون الحرف اضطراب المخرج حال سكون الحرف طيب نتكلم عن حرف الطاء آخر حاجة حرف الطاء من طرف اللسان في مخرج الطاء أعرض طرف اللسان في مخرج الطاء أعرض منه في طرف اللسان في مخرج النون عشان كده بنقول أن مخرج الطاء طرف اللسان العريض وهو ليس ظهر اللسان أما في حرف النون فهو طرف اللسان الدقيق بتختلف الطاء عن الدال والتاء في شكل اللسان من المؤخرة مؤخرة اللواء أقصى اللسان في الطاء مؤخرة اللسان تلاقيه مستعلي مع رجوع اللسان المزمار لأنها مستعلية مطبقة مفخمة أما مؤخرة اللسان مع الدال والتاء بتلاقيه منحدر لأنهما مستفلان مرققان منفتحان صفات حرف الطاء الشدة الجهر الإطباق الاستعلاء الإصمات الطاء حرف شديد مجهور مالوش حل عشان نسمع صوته صح إلا بعمل مكمل والعمل مكمل هو التراب في المخرج اللي هو بنسميه القلقلة يا جماعة القلقلة حرف الطاء يا جماعة من أقوى الحروف العربية صفاته كلها صفات قوة مستعلي مطبق شديد مجهور يعني أعتقد إحنا ممكن نتوقف هنا بعدما كدنا على الثلاث حروف وبكرة بإذن الله سنستكمل تنبيهات تنبيهات همة عند النطق بالطاء والتاء والدال بنلاقي ملاحظة أو لكم قبل أن نقرأ الورد أن هناك ملاحظة مهمة أوي قلنا لكم عليها في أول أو في أوائل حلقات المخارج اللي هي إيه؟ أن لما الحروف بتبقى لما تجتمع حروف في مخرج واحد حروف تجتمع في مخرج واحد زي حروف النهاردة الطاء والتاء والدال مخرجهم واحد طرف اللسان لما يجتمعوا في مخرج تلاقي الصفات مختلفة لازم حاجة تميزها ولما تلاقي الصفات متشابهة تلاقي المخرج مختلف عادة غالبا بتلاقي أن المخرج لما بيكون واحد وبيخرج منه كذا حرف بتلاقي الصفات مختلفة عشان نميز حرف عن حرف عشان يتميز الحرف عن مجانسه عن شبيهه في المخرج